بشكل عام ألا ترى أن إسرائيل فعلا أصبحت تحت ضغطا كبيرا الآن إذا كان من حزب الله اللبناني مما هو قادم من سوريا التصريحات القادمة من الفصائل العراقية تطور نوعي في السلاح وفي الهجمات وكذلك من استمرار جماعة الحوثي بالهجمات رغم كل الضغط الذي تعرضوا له لأنهم لا زالوا يطبقون الحصار على مضيق باب المندب هل ترى أن إسرائيل مقبلة على فترة ضغط غير عادية وبأن إيران نجحت في فرض نفسها في هذه المعادلة في ظل هذا الصراع الكبير الذي تشهده المنطقة نعم بالحقيقة إسرائيل تعاني في تقديري في هذه المرحلة بالتحديد من تهديد وجود فضلا أنها قد تخسر المشروع الذي أعد ونظر له منذ فترة يعني أن تكون إسرائيل هي بوابة الشرق الأوسط للغاز الطبيعي وطبعا هذه الاحتقالات التي أثيرت إقليميا تنسيق المواقف التركية المصرية القطرية هي ليست بعيدة عن طموح كان إقليميا سائد من سيكون بوابة الغاز الطبيعي إلى أوروبا هل هي مصر أم تركيا أم سوريا عبر ما يطلق عليه بالخط الغاز الإسلامي وما هو دور قطر هل سيتضاءل دور قطر لذلك كل هذه التوازلات حضرت بعد أن طرح مشروع أن تكون إسرائيل بوابة الشرق الأوسط للغاز الطبيعي هذه معادلة مهمة إسرائيل ترى أن المشروع مهدد الأخطر من ذلك أن إسرائيل لا تحتمل على مستوى العمق استراتيجي لها وإقتصاديات أن تكون هناك حربا تنتهك فيها الجبهة الداخلية وتستهدف فيها الجبهة الداخلية بهذا المستوى المنسوب العالي من التهديد وبالتحديد قضية الصواريخ البالسطية وعجز القبة الحديدية لأن هذه الصواريخ البالسطية تعجز أمامها إذا كانت بشكل رشقات تعجز أمام التصدي عنها أفضل منظومات الدفاع الجوي حتى وإن كانت الثاد والتي هي تقريبا أرقى منظومة دفاع جوي في العالم لكن هذه إضافة إلى كل فتحة العالية لا تستطيع إيقاف الرشقات أي بمعنى أن الجبهة الداخلية لإسرائيل مهددة وهذا يهدد وجودها يهدد الأمن القومي لإسرائيل ثانيا وهذه المعادلة الأهم أن الحرب الطويلة لا تحتملها إسرائيل لا تحتمل حروب استنزاف طويلة لأن لا اقتصادها يحتمل ولا قدراتها القتالية في ديمومة زخم القتال ولذلك هي الآن تخطط إلى قضية هدنة ودخلت في هذه الهدنة أطراف روسيا مصر وقطر أيضا تلعب هذا الدور والولايات المتحدة يعني اليوم هناك شخصية رفيعة أمريكية في مصر من أجل بحث هدنة طويلة العمد حتى تلتقط أنفاسها إسرائيل فنعم إسرائيل مهددة ولكن أمام هذا التهديد هل سيكون هناك استسلام وقبول بمصير مجهول لإسرائيل أم أنها ستضاعف من قدرات الردع بالاعتماد على الحلفاء وهل ستتخلى الولايات المتحدة عن الحليف الستراتيجي الضامن لأمنها القومي في إيجاد معادلة التوازن بين السوق البترول وعن به البترو دولار والبترو دولار هو جزء من الأمن القومي للنظام السياسي في الولايات المتحدة النظام رئيس مالي الدولار يعتبر سلاح في إدارة المعركة ثم يأتي الحليف الستراتيجي الضامن لفوذ الولايات المتحدة في المنطقة والحليف الأهم في منطقة تصنف منذ مبدأ كارتر أنها مجالا حيويا ضامنا للأمن القومي الأمريكي ولاحظ في هذه المعادلة بشكل أو بآخر هناك صمت وترقب سعودي ربما المملكة العربية السعودية تتدخر دورها لمرحلة ما بعد الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة التفاوض حتى تتحرك المملكة العربية السعودية وفق مبدأ أو النظرية التي تبتبنيها عام 2001 وفق مبادرة أنور عشقي اللي هي مبادرة السلام الشامل والتي بموجبها يجري عملية الأخذ بمبدأ حل الدولتين يعني دولة فلسطينية مع دولة فلسطينية ممتاز فالأمر معقد بقدر تعلق الأمر في العراق إلى الآن لم يعطي العراق رسائل لا إلى الولايات المتحدة وإلى الرأي العام العراقي ولا حتى إلى إيران ما هو موقفه حتى يصار إلى إيجاد فاصل في التداخل الإقليمي والدولي في الشأن السياسي والعمل والعسكري في العراق